السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلاً و سهلاً و مرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 1 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام والجزء رقم 7 من الشبتر الرابع هنوضح مجموعة من المعلومات مهمة جداً وهي السليب لين والسليب لين والسليب فيكتور أو بروجرس فيكتور طيب العملية في المنطقة البساطة أنا عندي الرسمة إيه بتعبر عن الـ Edge's Location و الرسمة بيه بتعبر عن الـ Screw's Location في الحقيقة ما تناولناه في الأجزاء السابقة كنا بنعرف يعني إيه Edge's Location و Screw's Location لكن احنا هنا بنتكلم على الميكانيزم والقالية اللي تتم بيها ولما تتم أثناء عملية الـ Deformation إيه اللي يحصل أبصوا لاقي عندي هنا في الـ Edge's Location عندي أدل بروجرس أو عندي السليب فيكتور أو البروجرس فيكتور تمام؟ و عندي هنا ده المستوى اللي بيحصل فيه عملية الانزلاق بنسميهه السليب بلين يبلا سليب بلين معناها المستوى اللي بيتم فيه عملية الإيه؟ الانزلاق أما الخط ده احنا نسميه الـ Dislocation Line وبالتالي لما شوف في حالة وجود سترس أبصوا لاقي إيه اللي بيحصل بتنزلك الـ Dislocation أو تنزلك الماتيريا تتحرك الماتيريا في اتجاه البروجرس فيكتور تمام؟ و عمودي على الـ Dislocation Line طيب تعالوا نشوف في حالة الـ Screw اللي بيتم في حالة الـ Screw زي ما احنا شايفين آدي الـ Step Vector أو البروجرس فيكتور و آدي الخط اللي هو الـ Dislocation Line أبصوا لاقي أن الانزلاق بيحصل موازي للـ Dislocation Line لكن في الـ Edge كان عمودي عليه وأيضا في اتجاه الـ A البروجرس فيكتور تمام؟ طيب تعالوا نشوف النعكاز ده أو إيه اللي يحصل أثناء عملية الـ Deformation للـ Edge Dislocation الـ Edge Dislocation في الخطوة الرقم B لما يحصل لها Shearing is Applied هنبصوا لاقي أن الـ Atom are the blessed causing the location moving in the Bruggeris Vector أبصوا لاقي لما يحصل Stress أو يحصل Shearing أبصوا لاقي أن الزرات بدأت تتحرك فيه اتجاه الـ Bruggeris Vector طيب و إيه اللي هيحصل نتيجة لكده؟ قال لك وباستمرارية هذه الحركة إيه اللي هيحصل؟ أبصوا لاقي عندي يحصل عندي step يعني إيه step؟ أبصوا لاقي أن الجزء هذا الجزء اللي هو المستوى ده اللي كان ناقص كأنه بيتحرك معايا ويطلع بره خالص الماتيريال وبالتالي بتتشكل الماتيريال وده بيفصر إزاي الماتيريال بتتشكل حتى إحنا يمكن لو شفنا أو نقدر نشبه في منطقة البساطة حركة Dislocation بالحركة اللي هي في الرسمة الرقم دي كأنها حركة الدودة إزاي؟ كأن كل جزء منها عبارة عن step plan تتحرك وبعدين بعد ما تتحرك تبصت لاقي أنها اتحركت خطوة قدامي عن المنطقة دي اللي فيها Dislocation تحركت إلى قدام زي ما أنا شايف وبالتالي تختو خطوة أمامية الدودة وترجع مرة تانية تتحرك وهكذا ترجمة نانسي قنقر